توصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 480 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 128 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 31 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 70 طن أما في مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 27 طن أسمنت كما تم ضبط 712 قضية في مجالي قضايا المخابز من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و64 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريدي أرز الشعير تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 105 أطنعا ترجمة نانسي قنقر